تحت وقع القصف المتبادل واستمرار الخروقات الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار وصل إلى مدينة الحديدة مساء الأحد الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت على رأس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق السوكهولم بشأن التهديئة وإعادة انتشار القوات في الحديدة وموانئها الرئيسية الثلاثة ويتواجد الجنرال كاميرت وفريقه الأممي حالياً بالمقر الخاص بالأمم المتحدة في مدينة الحديدة التي تشهد المزيد من التوتر في ضل استمرار المواجهات والاشتباكات والقصف المتبادل في وقت يواصل فيه الحوثيون حفر المزيد من الخنادق في شوارع المدينة ويعادة دهن الحاويات وكتابة الشعارات عليها والمعبرة عما يعتبرونه صموداً في وجه العدوان وقد شاهدت مناطق متفرقة في مدينة الحديدة أبرزها منطقة الكيلو سبعة وسيتي ماكس في جنوب شرق المدينة اشتباكات أثناء تواجد الفريق الأممي الذي سيكشف المزيد من تفاصيل مهمته خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الاثنين بمقر الأمم المتحدة بالمدينة لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديوغاريك ضخ جرعة تفاؤل كبيرة حيال مهمة الفريق الأممي في الحديدة بتأكيده أن الحماس العام الذي أبداه الطرفان نحو العمل على الفور شجع الجنرال كاميرت ووفقاً لدجاريك فإن الأجندة الفورية للفريق الأممي ستشمل زيارة ميناء الحديدة الحيوي وعقد لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها كاميرت وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى بحلول السادس والعشرين من هذا الشهر ومن المقرر أن تباشر اللجنة مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة والإشراف على انسحاب القوات من المدينة والموانئ والذي سيجري على مرحلتين وفقاً لاتفاق السوكهولم حيث ستتم خلال المرحلة الأولى إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة خلال مدة أربعة عشر يوماً من سريان اتفاق وقف إطلاق النار فيما سيتم في المرحلة الثانية استكمال الانسحاب من الحديدة خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً من تاريخ وقف إطلاق النار إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة ترجمة نانسي قنقر